إيه أحد المشاكل اللي بتبقى بتحصل كتير قوي إن الولد وعادةً بيقى ولد وعادةً بيقى أشاق جداً وإحنا مش عارفين ليه صحيح وعادةً بيبقى أبوه بيدخن دول الحاجات سبحان الله ييجي يبتدي يعرج وتقول له أهد على الأرض وربع رجليك يقول لك أنا مش عارف أربع يقوم الصبح رجله بتوجعه يلعب شوية تلاقي رجله بتوجعه نعمله أشعة يظهر مرض اسمه مرض بيرثيز مرض بيرثيز ده إيه؟ يبقى حصل إن الدورة الدموية بتاعة راس عظمة الفغد حصل لها قصور لفترة معينة قصور مؤقتة يعني مدة شهر أو شهرين الدورة الدموية بتاعة راس عظمة الفغد دي مش شغالة مش شغالة بعد كده لأن ده طفل صغير من نفسها بترجع فبالتالي الأهل لازم يعرفين وأطمنكم إن لأنه طفل وقدرة البناء الأنسجي عنده عالية فكده كده الدورة الدموية بترجع طوما إحنا بنعاني من إيه؟ بنعاني من توابع المؤقت اللي حصل فبينتج عنه إن راس عظمة الفغد تبقى معرجة ومتشوهة زي ما شفنا في الصورة كده فبالتالي التشوه دوت أو التعرج ده يخلي الولد يحس بوجع أو بعرج بالتدريج لو الطفل ده أقال من 6 سنين بيبقى عنده فرصة إنه ينمو ويحصل له إعادة تشكيل للعظام فأثبتت الأبحاث إن الأطفال اللي أقال من 6 سنين بيخفوا من غير حاجة خالص مش محتاجين أي تدخل ولا حاجة خالص ولا دواء ولا تقللي الولد ده أقعد تخليه يلعب طب ودخله إيه بالتدخين يا دكتور هي إحنا مش عارفين إيه السبب سبحان الله إنما هي دي الحاجات العوامل إنه يكون ذكر وشائي ووالده بيدخم دول العوامل دي فاش والدته ممكن طبعا بس يعني عادلا بيبقى أكتر في الرجال طبعا المرض ده ممكن يجيه في البنات لو جيه في البنات بيبقى أوحش ليه بقى يا دكتور بتبقى نتائجه ومش حلوة يعني زي ما قلت الولد اللي قال من 6 سنين ده ما تجد أشعر ليه خالص ده هيخف الواحده هيقعد يعرف كده آه هيقعد يعرف كده لمدة دين ومدة طويلة 3 سنين مثلا لكن في الآخر هيخف لكن لو جيه بنت أو جيه بعد سن 8 سنين ده لازم تعمله عملية طب سئلي دكتور ده بيتعرف منطري الأشعة 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 العادية ولو بقى محتاج جراحات بنحتاج أشعات تانية إنما أشعات رانين ما بنحتاجهاش في التشخيص نعم ترجمة نانسي قنقر